موسيقى 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 السلام عليكم حلقة جديدة من تستدرايب اليوم معنا السيارة مصطلية الياباني فينفينتي جي 37 طبعا فائت الجي من انفينتي انطلقت اول مرة في الفئة الاولى في الطراز الأول في عام 1990 استمر إلى عام 1996 وعاد بالانطلاق عام 1998 استمر إلى عام 2001 أما الطراز الثالث في عام 2002 استمر إلى عام 2006 الجيل الرابع في عام 2007 نحن معنا اليوم في عام 2013 G37 دعونا نعرف أكثر على السيارة ونبدأ مع بعض بالشكل الأمامي للسيارة موسيقى الواجه الأمامي للجيل الرابع في عام 2013 لا تختلف عن طراز السابق أو عن السنة الماضية لا يكون هناك اختلافات، الاختلافات تكون من ناحية اختلافات تقنية أكثر أول شيء عن الشكل، نرى أضواء Infinity هذه الأضواء Zenon بالتقنية HID هذه التقنية تعطي إضاءة واضحة الإضاءة قابلة للحركة مع حركة السيرينج أو المقود طبعاً Infinity معروف بشكل عام، بشكله غريب، تصميم مختلف ولكن هذا التصميم يعمل بين التوفيق، بين القوة، بين الشكل الحلو، بين الإنسيابية، بين الأداء فكيف عم بتكون؟ عم نشوف أنه الرفراف أو النفخات الموجودة عند الرفاريف طالعة عندك منخفاض شوي بغطاء المحرك البنبر السفلي كمان، حركات أو الإنحنات الموجودة فيه هي اللي عم تعطي الأداء الأفضل بالإنسيابية فلو حكينا شوي فيه زيائياً Infinity G37 2013 تم تخفيض عامل مقاومة الهواء إلى 0.29 على مقياس CD هاي إذا حكينا هاي فيزيائياً فهالتصميم بالنسبة لشكل السيارة الخارجي عطى أداء أفضل للسيارة وكمان ثبات أفضل على المنعطفات والمنحنايات وحتى عطى عزل كتير حلو للسيارة خصوصاً مع الزجاج الأمامي اللي عم شوف في إنحناءة قوية جداً وأجمل هاي كان بالنسبة للشكل الأمامي للسيارة عم شوف فيه حساسات أمامية كشفات بالنسبة للشكل الجانبي لسيارة Infinity G37 فعم شوف أنه هي مزودة بالإطارات نفسها تقريباً بطراز السابق مقاس 18 إنش عم شوف الكروم على السجاج الجانبي بالإطار بالكامل أكيد السيارة كيلس انتري فتحت سقف بالنسبة للفئة اللي معي إلى اليوم دعونا نشوف G37 من الخلف بالنسبة للشكل الخلفي لأمفرنتي G37 فكمان عم شوف ما في اختلاف عن طراز السابق عم شوف لمسة الكروم الموجودة مع الكاميرا الخلفية وزر اللي يفتح الصندوق الخلفي بالنسبة للإضاءة الخلفية عم تكون إضاءة LED هذه LED عم بيجي بتقنية اسمها الصمامات الثنائية المضيعة فهمنا شو اسم التقنية ماذا تعمل بيضات LED؟ تعطيك استجابة أسرع بالإضاءة تعطي توفير للطاقة وبنفس الوقت تعطي عمر أطول مقارنة بالأضواء العادية بالنسبة للإكزوست نشوف عليهم مثل كفر مطلي بالكروم حساسات أكيد خلفية بالنسبة للصندوق الخلفي نشوف مساحته جيدة بالنسبة لحجم السيارة تقريبا مساحته 382 لتر نترككم مع الصور لتشوف تفاصيل أكثر دعونا نشوف مقاعد السيارة متداخل أو المقصورة الداخلية بشكل عام لأمفينيتي جي 37 أمفينيتي جي 37 من خلف سيارة بشكل عام تسعة إلى خمس أشخاص خلفة أشخاص بالتأكيد نشوف مقاعد جلدية المقاعد الوسطي طبعا جميلة بدي يكون شوي بالنسبة لي موم مريح يعني بفضل يكون فيه قصار قامع أو أطفال مثلا طبعا المقاعد مريحة تصميمها كويس مسافة الأقدام عم شوفوا الركب مسافة الرأس بالنسبة للمقاعد الجانبية كتير أكي هناك لمسات خشب موجودة على الأبواب نشوف السيارة بسيطة كتير من الخلف فيه فتحات تكيف واصلة صغيرة نوعا ما بما أن الفتحات تكون صغيرة فنشوف فتحات تكيف الأمامية ستشوفوها بعد شوي ستكون طولية لكي توزع الهواء داخل السيارة أكتر و أحسن طبعا بدي أشوف المسند الوسطي المسند المسند ممكن إذا كب بير ما بيجي وفيه هون مثل فتحات توصك للصندوق الخلف في حالة تتعطري قدك شي ضروري بدي حكي كمان من الخلف فلع نظام صوت موجود به السيارة طبعا جربت مبارح نظام صوت بوز من أفضل أنظمة الأصوات موجودة بالعالم نظام بوز عم بيجي بعشر سماعات داخل السيارة عم بيعطي صوت نقي وواضح جميل بالنسبة لهك سيارة خلونا ننتقن وشوف مقصورة سوف نرى مقاعد الأمامية سوف نرى مقاعد الأمامية بالنسبة للمقاعد السيارة والمرافق الجانبي بثمان وضعيات تحكم كهربائي هناك نقطة أريد أن أتحدث نرى مقاعد الأمامية نفس التصميم نفس الأزرار حتى الشاشة لديه نافيجيش مثل ما ذكرت فتحات تكيف فراء صغيرة فتحات طولية سوف نتوزع الهواء داخل السيارة بشكل أفضل بالنسبة للستيرينج والجير هناك شيء جديد بالنسبة للسيارة أنه المواد مصنوعة منها بالنسبة للستيرينج والجير مواد مضادة للبكتيريا لكي لا تنقل العدوى بالنسبة للألمنيوم الموجود على الجير هذا الألمنيوم اسمه شودو جيد ونبدأ الخشب الموجود داخل السيارة ونرى الخشب على الكنسول الوسطي وعلى الأبواب هذا الخشب اسمه القيقض لأعطيك لمسة فخامة جيدة بالنسبة للسيارة بالنسبة للسيارة يوجد أزرار بالأعلى خاصة بالصوت والأوديو بالنسبة للسيارة تحكم بالكروس كنترول من الخلف العددات تكون بتقنيه مضاءة الكهربائيين تكون واضحة بكل الأوقات وعنددات تقليديين توجد شاشة صغيرة يوجد عددات بسيطة كمية البترول كم كيلو متر الحرارة خارجية وضعية القيارة نتحدث عن المواصفات الداخلي كمية البترول ومساحة التخزين ومدخل للأيبود ومدخل للأيوكس ومدخل للأوديو والفيديو هناك مكان للنظارة بالنسبة للسقف الموجودة مثل شمسية دعونا نرى محرك G37 مع بعض طبعا محرك محرك VQ 6 سلندر هذا المحرك تم إعادة تهندسه بالكامل بالنسبة للأطراز 2013 تم إضافة تقنية VVL بصمتها موجودة على المحرك هذه التقنية المسمى العربي إلى نظام التحكم متغير برفع الصمامات ماذا هو هذه التقنية؟ انه يوفر الكثير من البترول لا يوجد 6 سلندر على طول على حسب الدوسة يشتغلوا السلندرات هذا المحرك يوجد قوة 326 هورس بور طبعا محرك G25 يوجد محرك 6 سلندر ولكن فقط 2.5 لتر بولد قوة 218 هورس بور طبعا هالمحرك نشوف عليه فلترين للهواء اضافة في فلتر الثاني زاد من كمية الهواء الداخلي للمحرك تقريبا من معدل 18% هذا الشي حسن من قوة اللي عم بولدها هالمحرك خلط لعجولي بجي 37 سوف نشوف كيف ذاه طبعا بداية من نحكي بالنسبة له سوف نتحدث عنه هو جير السيارة طبعا جير أوتوماتيك سبع سرعات بتقنية اسمه ASC ستعطيك ثلاثة وتناغم بمجرد انك تجيب على سرعات السيارة وهي السبورت تيبترونيك بيشتغل عندك تقنية اسمه DRM هاي التقنية DRM بتعمل تناغم بين الغيارة العكسي وسرعة دوران المحرك وبيختلف كمان صوت السيارة بيختلف كمان تبديل جيري بصغير عندك اداء ورياضي اكثر هلأ في نقطة بدي اذكرها مثلا أنا الغير هلأ ماشي على الغير ثالث بدي حط رابع خامس ما بدر اركب اكتر بغ خامس يعني بيعطيك فقط ان الغيارة المطلوب بيعطيك متل اشارة متل بالصوت ماشان يحذر انه هذا الجير مون مناسب منضل بموضوع الاداء وتفاعل السيارة وقوتها بنحكي عن موضوع نظمة التعليق تم تطوير انظمة التعليق الامامية والخلفية بالنسبة للتوزيع الوزن فهو 55 على المحور الامامي 45 على المحور الخلفي 55 بالمئة طبعا بالنسبة للشاسة السيارة الشاسة السيارة جي 37 2013 تم زيارة نسبة التلحيم أو اللحان فيه بنسبة 16 فهذا الشي عطى اداء افضل السيارة ثبات تحكم اكتر بالسيارة خصوصا عن مناطفات وعسرعات العالية الآن نتحدث عن موضوع المواصفات السيارة بالنسبة للحرارة والعزل والأشياء بالنسبة للنسخة الخاصة بالدول مجلس تعاون خليجي يأتي الزجاج مخفف للأشعاء فوقل ونفسجية يخفف من كمية الحرارة داخل السيارة بما انه أجوانه مثل ما بتعرفوا باردية اوكي نحكي عن النظام التكييف فهو نظام تحكم تلقائي او الكتروني بالحرارة بتقنية اسمها الATC عمشوف ثنائي مناطق على اليمين وعلى اليسار هاي بالنسبة للحرارة هلا بنحكي عن مناخ الداخلي للسيارة طرقات زحمة وكذا فممكن كون الهواء ملوث ففي انظمة لتنقية وفلترة الهواء اللي يدخل داخل السيارة لكي يعطي مناخ رائع داخل السيارة هنا من تقنيتين تقنية اسمها بلاسما كلوستر وتقنية اسمها بوليفينول هذين يعمل على تنقية وفلترة الهواء اللي يدخل داخل السيارة يعني تكون هذين تقنيتين مطورين أكثر مقارثا بالتقنيات العادية خلونا نجرب انطلاقة انطلاقة انفنتي جي ترتي سيفل اللي تنطلق من صفر لمية بخمس ثواني فاصل ست أجزاء مثل ثانية فقط ونشوف مع بعض دي اس فقنا تركشن ثري تو وان مية شوفنا انطلاقة بالنسبة لوزن السيارة بالنسبة لحجم السيارة محرك ست سيلندر انطلاقة رياضية حلوة محرك كامرتاح مع تفاعل جير من سبع سرعات الآن نتحدث عن مصروف السيارة للبترول السيارة بتستهلك على طرق الداخل المدينة حوالي 11.7 لتر من البترول لكل 100 كم أما على طرق الخارجي والخطوط السيارة بتستهلك تقريبا 7.6 لتر من البترول لكل 100 كم السيارة تقريبا 76 لتر بالنسبة للسيارة تحكم فيه الكيترونيا بالنسبة لأمام الخلف لأعلى وليأسفل مع كامل لعدادات فتكون لعدادات واضحة بك أي وضعية تضعها للسيارة بالنسبة لما الساحات الزجاج الموجودة فهي سرعتها تكون ما تشغلها على حسب سرعة السيارة بدي حكي كمان نظمة الترفيين موجودة بالسيارة مثل ما ذكرت LCD 7 انش touch اكيد فيه امكانيات توصيل AUX iPod والفلاش ميموري بالنسبة للنظام الترفيين نظام اسمه music box هذا خاص بإنفينيتي فيه هارد ديسك بقدر التخزين وتوصل إلى 9.3 جي بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر اترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهيما كانت تجربتنا اليوم مع سيارة انفنيتي تجارب جديدة تابعونا بحلقات جديدة تجارب جديدة ونسو تعملوا لعجب على صفحتنا على الفيسبوك اشتركوا في تويتر اشتركوا في تويتر وتابعوا موقعنا بسي مرة لتشوفوا كل جديد وهذا صار فيكم تدخلوا على speed.com شركات سائرات تحكونا عن تجربتكم للجي 37 او اي طراز اخر من انفنيتي حياكم الله اذا عجبتك الحلقة بامكانك مشاهدة بعض الحلقات في الاسفل ما عليك الا الضغط على الرابط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة